صباح وأنا وسهلاً على الكاملان. اليوم بدأنا نتحدث عن تليفون جديد من شركة وون بلس مسميينه وون بلس نورد انتن 5 جي بأول السنة نزلوا تليفون تسميه وون بلس نورد هلأ أصدقنا الانتن 5 جي والانتن 100 اللي منزلينهم كمان الشيء الذي يعجبيني فيهم لهذه التليفونات إنه عم بيكتر تليفونات صار بالتليفونات النورد اللي سعرهم بيكون أرخص من التليفونات الثانية بس غير هكي المميزات بقلبه للون بلس نورد الانتن 5 جي فيها شغلة كثير كثير منيحة أول شي عمنا الفينجر برنت سنسو على ظهره للتليفون كمان رجعونا الـ 3.500 ميلا هاتفون جاك حتى تسمع السماعات بالشريط ومش بس هكي عطونا مميزة جديدة في لها التليفون مش رفناها من قبل على أي تليفون وون بلس منهم خاصة حتى لما نرجع لأول واحد الون بلس وون يلا شكرا جزيلا على كل الناس الذين عملوا اشتراك على الكنال انا طارق لحلنا نتحدث عن المميزات الحلوة كثير في الون بلس انتن 5 جي اشتركوا لايكوا واسجلوا على الكنال حتى دايما تعرفوا لما ننزلكون فيديوهات جديدة قدامنا الآن التليفونين هذا الون بلس انتن 5 جي ونورد انتن 5 جي وهذا التليفون الاساسي تبعا الون بلس الون بلس نورد اول شي من لاحظ بأيناتنا هاتتليفونين انه التليفون على اليمين هوني عانا 6.49 تقريبا 6.5 انش ديس بلاي هوني عاش شمال 6.44 يعني فيه فرق شوية صغير بين اثنان الفينجرد برنت سنسور موجود بقلب الشاشة هوني على الون بلس نورد هوني موجود على الانتن 5 جي من ورا الكاميرات الموجود ورا عندنا اربع كاميريات وهون احسن كاميرا موجودة 64 ميجابيكسل بدل هوني موجودة 48 ميجابيكسل كاميرتين موجودين بالقدام هون بيعطينا 4K 60 فريمسل بس هوني موجودة هوني موجودة هوني ما عندنا الاكاميرا واحدة بس على القليل من قدر انستعمل الحاسوب 690 باليمين هوني على الانتن و 765 جي موجودة هوني اثنان عندهم 5 جي هيدا بالكاميران و هيدا بالكاميران و هيدا بالكاميران 12 جيجا بايت على هذا التليفون 4 كاميريات موجودة هنا 48 8 5 2 64 8 2 2 16 موجود 90 هرتز الشاشة التي تمشي عليها 90 هرتز كثير ميحة لديهم الاندرويد 10 موجود و الأكسجين واس 10 موجود مثل ما نرى تقريبا نفس الرقم 10.5.3 على 10.5.9 أجدد قليلا على OnePlus Nord عندما نظر على المساعدة و نلاحظ أن هناك ملاحظة على المساعدة ولكن لا يوجد أن تكون المساعدة تسببها OnePlus على التليفون حتى يمكن أن يستطيع الوفره في الشاشة عندما نظر على المساعدة عندما نظر على المساعدة 10 مال على OnePlus Nord و نقدره موجودة هنا و نقدره موجودة على أداء و كما نرى الآن نبدأ موجودة أجهزة من قبل لدينا الغابة المساعدة و نوجود المساعدة يتشارجر بسرعة، ويستعمل الـ One Plus ويستعمل الـ Word Charge 30T على التليفونين ويوجد سبيكر موجود تحت لأنه لدينا سبيكر على هذا التليفون ويوجد نسمي عليهم ويوجد ديراك موجود فيه حتى نستطيع أن نضبط الصوت ويوجد دولبي ولكن نستمتع بالديراك نفس الشيء بالموبيس والموسيقى يأم الأطماتيك موت الموجودة هنا ويوجد تحت الـ Display ويوجد تحت الـ Advanced ويوجد نستطيع أن نرى 90FPS على 90 يأمه على 60FPS بالنسبة للأيام، لأنه بطارية 4300 ممه هنا بدلاً من أن يكون لدينا 4100 والشاشة أكبر بشوية، تاني تي بي مفروض أن نستعملها مع 90FPS طول النهار من غير أي أشكال مع أنه ويرلس شارجر، ولكن لدينا الـ Fingerprint سنسور موجود فيها مثل ما تركونا الشاشة الكبير منيحة ويمشي مزبوط السيستام الموجود هنا مثل ما شاهدنا من قبل الـ Oxygen واس 10 مع كل الـ Customizations يمكننا فتحلها يمكننا فتحل على الـ Settings و يمكننا فتحل تحت الـ Customizations ويجبنا ندور الـ Dark Theme الموجود هنا، هذا بعادة بالـ Android 10 و One Plus لم يزيدها بقلب الـ Notification Panorale الموجودة في قلب الـ Customization دعنا نتحدث عن الكاميريات الموجودة هنا مثل ما أخبركم لدينا الأول الكاميرا الأساسية الموجودة هنا 64MP على F1.779 الكاميرا 8MP ستكون Ultra Wide هذه على F2.25 الكاميرا الثاني الأخرى الموجودة هنا 2MP واحدة منهم لماكرو لنأخذ الصور القريبة والثانية تكون Mono Lens مثل ما لدينا الـ Headphone Jack و SD Card موجودة هنا و لدينا أيضا الـ Fingerprint Sensor موجودة هنا كثير كثير منيح والستيريو سبيكر الموجودين من قدام من فوق و تحت لما نظهر بالكاميرا نستطيع استعمال الكاميريات موجودة لدينا 3 كاميريات مثل ما شاهدنا Ultra Wide العادة والتلفوت والتلفوت والموجودة إذا نستطيع استعمال الكاميرا الأساسية بكل قوتها لدينا 64MP و نكتبس الزر موجودة هنا و إذا نستطيع استعمال الماكرو لن نعمل نفس الشيء الذي ندورها هنا لدينا فيديو و نستطيع استعمال 10ATP 60fps على الكاميرا الموجودة 16MP على F2.5 و هنا موجودين وراء 4K 30fps عليه لها الحاسوب حاسوب Snapdragon 690 مع X51 الموجودة دعوني تجربة الآن على الكاميريات الموجودة وراء OnePlus Nord N10 5G نبدأ بالكاميرا الأساسية الموجودة هذه الكاميرا تستطيع استعمال 30fps و 60fps بالنفس الوقت هذه الأشياء منيحة أولا كان يعطينا 4K بالأدام ولكن هنا تستطيع استعمال الكاميرا الموجودة الآن نستطيع استعمال الكاميرا الموجودة 4K 30fps أحسن شيء نستطيع استعمالها نستطيع استعمالها بالعادة أو 16 بالتسعة أو السينماتيك تكون صغيرة قليلا على قليل أن نستطيع استعمال 60fps من وراء ومن أدام يجب أن نجعل كل شيء مصبوط غير هكذا تكون هذه مصطرة جميلة مع الصوت والصفير اللي حواليه الآن سنرعب الغنيين اللي دائما مننعبها اسمها أليكس كريندو جامبو من NCS Release موسيقى كما سمعتنا الصوت عليه كثير منيح وخاصة إذا كننتلعبوا علعاب هذه الجهازة ننزلها نستطيع استعمالها للساتين ولكن أردككم القوة لحاسوب الموجودة هنا نستطيع استعمال أحسن شيء الهي و الهتد لا نستطيع حسابة نستطيع حسابة إذا كنتم تدريباً على الألعاب سوف تستطيع استعماله ولكن نعرف المزبوط أن هذا حسب 690 ليس 765 أو 865 نحن نفهم أن السعر الموجود في أمريكا في أوروبا و لندن سيكون 329 في لندن 350 في أوروبا والأن 100 سيكون 180 في لندن و199 في أوروبا وكما نرى هنا ألعاب كثير نيحة ناطرين الذين يبدوا في أجناء أخرى لا يوجد هككبس لا يوجد ستطر وكل شيء لا يوجد مزبوط و يمكنكم أن تلعبوا كثير منيحة الصوت العليا كثير قوي يمكننا أن تستعملوا سماعات وما تكون سماعات بلوتوث يمكنكم أن تستعملوا الهاتفون جاك وستستمتع فيه كثير أنا انبسطت كثير لعبت ألعاب منيحة الكاميرات الموجودة عليها كثير كثير منيحة و لا يوجد أشكال إطلاقا أنا قدرت أجيب منهم صور كثير منيحة ولكن أفرجيكم قليلا بعد أن أبدأ الألعاب أفرجيكم ما يحدث هذا التليفون معمول بالموديل أوروبا و لندن ولكن أنا هنا في أمريكا كما ألاحظتم أفرجيكم كل فترة فترة الـ 5G تأتي لعندي على T-Mobile على اليد في أمريكا وعملت عليها قليلا حتى نرى السرعة الموجودة على التليفون أسرع شيء قدرت أجيبه رغم كان لدينا عن الـ LTE تقريبا 80 لتحت و 35 لفوق نطلع الـ Upload كثير منيحة و ليس معي مزبوط ولكن كما ترى هنا رجرة الـ 5G إذا كنت تستعملها في أمريكا لدينا الـ VoiceOver LTE و لدينا الـ 5G و لدينا أيضا NFC إذا كنت نستعمل Google Pay الكاميرات الموجودة هنا عجبوني كثير كثير كما أفرجيكم الصور كثير حلوة بيقدر يأخذ الصور كثير منيحة الكاميرا الأساسية هنا 64 مجابيكسل بدل الـ 48 موجودة على One Plus Nord الذي نزل من قبل الكاميرا الثانية 8 مجابيكسل لما تكون Ultra Wide وهذه منها أحسن مثل هيدكي و لدينا 4K 60 مجابيكسل لدينا التليفون 4K 30 مجابيكسل والـ 1080P 60 مجابيكسل كنت أمنيتي أن نستطيع أن نرى كما تعملها في One Plus Nord عندما أعطونا 4K 60 الكاميرا الأساسية الموجودة لكن غير ذلك ستيريو سبيكور ممري كارد سنسور على ظهر التليفون وبينكم أنا أعطيت هذا المطرح المضبوط على سنسور لأنه كثير هيا نحط أصبعا عليه ونستطيع أن نعمل على الشاشة من غير ما نعمل شيء كل الشغلات الموجودة فيه لهذا التليفون و السعر اللي عم بيعطونا عملينه خصوصيا لأنه نقدر يفرجونا أنه النورد سيكون سلسلة التليفونات عم ينزلوها في عدة أنواع كما لدينا النورد الأصلي الـ N10 والـ N100 الأنوان نهارد أرخص شيء موجود تقريبا 180 بلندن و 200 يوروز بأوروبا كل هذه الشغلات كثير منيحة عم تفتشوا على تليفون جديد منه و اللي يعجبني فيهم كثير أنه يزبطون و يجددون كثير شغلات إن شاء الله نستطيع أن نرى الـ N10 قريبا على هذا التليفون على الـ N10 والـ N100 قريبا اثنائتهم نازلين بالـ One Plus مع الـ Android 10 و رغم من أن تفرجوكم حتى الـ One Plus Nord الأساسي بعده عليه كمان للـ Android 10 بس اللي يعجبني فيهم أنه يضعوا الـ SD Card هذه شغلة كثير كثير خصوصية فيه لهذا التليفون لم يكن لدينا ولا مرة شفتناها من قبل من One Plus رغم أنه اموا الـ Notification Slider حطونا الممريكار اللي أنا بالنسبة له هيدا أهم يالله شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك على الكنال خبروني ما رأيكم فيه لهذا التليفون الجديد من One Plus هل عجبكم الـ N10 5G يا أما بتكون نجيبوا أنتو الـ N100 بتوحدوا في جيبوا الأرخص منه يا أما كما يمكن تنطبع على الـ N10 الـ N10 بعده كثير منيح والأساسي الـ N10 بأعتقد لأنه أنا عندكم عدة شغلات موجودين فيها خاصةً اللونه حلو الكاميريات الماشية منيحة ويأتينا كلهم التجديدات عليهم اثنيناتهم عندهم 90 هرتز يالله بشوكم إن شاء الله بالفيديو جديد شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك يالله مع السلامة